للمرأة أيها الإخوة في الإسلام العظيم أين قيمة المرأة اليوم قيمة المرأة المسلمة قيمة البنت قيمة الزوجة قيمة الأم قيمة الخالة قيمة العمة قيمة الأم في مجتمعنا لماذا أصبحت هذه القضايا بعيدة عن سلوكياتنا إلا من رحم الله من هذه مواصفاته وهذه يعني عقيدته الصادقة ويحب الخير لجميع الناس لجميع إخوته المسلمين والمؤمنين والصادقين فهنيئا له أيضا هناك بند يهود بن عوف أمة مع المؤمنين ولليهود دينهم وللمسلمين دينهم الله أكبر شاهدوا هذا يعني البند المهم لليهود دينهم وللمسلمين دينهم طبعا هناك يعدد الحبيب عليه الصلاة والسلام جميع القبائل قبائل اليهود بني عوف بني قريضة جميعهم أنهم يهود بني عوف لهم دينهم ولهم ذمتهم وللمسلمين دينهم وللمسلمين دينهم ولليهود دينهم الله أكبر لماذا نحن الآن يعني ليست هذه صفات المؤمن الحقيقي أن يحب جميع يعني الموحدين أصحاب الديانات ورسل أصحاب الديانات لماذا يعني نرى هذا التقاتل نرى هذا التكالب للأسف كله من الجهل كله من سوء الفهم الذي أصابنا وحل بنا وأيضا بسبب من يخطط لنا ونحن للأسف لا ندري طبعا هناك من يسأل وهل يجب علينا أن نحترم اليهود الذي اقتصب فلسطين أقول لكم لا هذا ليس هو الذي نقصده نحن نقصد أصحاب الديانات أصحاب الديانات الذين قال الله سبحانه وتعالى يعني علمنا وقال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هؤلاء الذين اقتصبوا فلسطين هؤلاء الذين يدمرون الأقصى ويردون هدم الأقصى هؤلاء اقتصبوا أرضنا وبلادنا هؤلاء قتلوا نحن لا نقصد هؤلاء الناس هؤلاء اقتصبوا فلسطين ويردون هدم الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ماذا نقول يا سيدي يا رسول الله والله أن واقعنا مؤلما جدا يعني نريد حلقات ودروس وعبار نريد أشياء كثيرة حتى نفهم هذا الإسلام العظيم هناك فرق أيها الإخوة بينما عندما نقول أن يجب علينا أن نجادل أهل الكتاب بالتي أحسن وأن نتخلق بأخلاق الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما قال من آذى ذميا فقد آذاني هناك فرق في فهم هذه النصوص المقدسة الشريفة وهناك فرق عندما نفهم أو نريد أن نفهم أن فقط هؤلاء هم اليهود الذين اقتصبوا فلسطين هناك فرق شاسع هؤلاء مقتصبون لأرضنا ويجب علينا أن نعد العدة ونخرجهم من أرضنا ونعد لهم ما استطعنا من قوة نحن نريد فكرا آخر نريد فكرا على مستوى هذه المرحلة التي أصبح الحليم فيها حيرانا لذلك نحن قلنا أننا نتكلم في الماضي عندما هاجر الحبيب عليه الصلاة والسلام ونتذكر الواقع المؤلم عندما نتذكر أسباب تراجعنا وأيضا نتذكر المستقبل بالمبادرات التي تأتي من هنا ومن هناك من أجل أن يعود للإسلام رفعته من أجل أن يعود للأمة رفعتها مبادرات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين جزاه الله خيرا وبارك الله فيه له مبادرات كبرى رسالة عمان كلمة سواء في 2007 التي تبين العلاقة بين المسلم والمسيحي وأركان هذه العلاقة والتسامح الموجود وتوجت هذه المبادرات بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان الذي اقترحه يعني جلالة الملك عبد الله وهو يعني الفارس المغوار في هذا الجانب لأنه يستشرف المستقبل ويعلم ماذا سيكون في المستقبل ونحن نأتي الآن بالماضي والحاضر والمستقبل كيف سنكون اسبوع العالم بين الوئام بين الأديان هو ترجم لهذه المبادر أن يحترم المسلم العهود والمواثيق وأن يحترم أهل الذمة والله أنني أريد أن آتي لكم بأشياء من أجل أن تبين كيف كان علماؤنا أيضا ليس فقط الحكام ليس فقط الولاء يعني الحبيب وضع الخطوط العريضة فهل هو فقط الذي تصرف وسلك هذه الطريق الجميلة والرائعة وبيّن سماحة هذا الإسلام العظيم لا أيها الإخوة الحبيب هو المدرسة الكبرى الذي وضع الأسس وعلم أصحابه وصحابته الكرام رجالا ونساء كيف يكون المسلم الحقيقي وكيف تكون المسلم الحقيقية هذا فقيه مالك شهاب الدين القرافي والله عندما تقرأ هذه المعلومات وهذه الألفاظ الجميلة التي لها علاقة بأهل الكتاب والله أننا نقول هل نحن يعني نعيش واقعا هل نحن تعلمنا هذا الدين العظيم كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد رسول الله تعالوا نقرأ ماذا يقول الفقيه هناك فقيهين يعني حبيت أجيب فقط مثالين لفقهاء الأمة أحدهم ابن حزم الفقيه الظاهري والآخر الفقيه المالك شهاب الدين القرافي اسمعوا ماذا يقول عندما يأتي إنسان ويتعدى على أهل ذمتنا على إخوتنا في الإنسانية أهل الكتاب عندما يكونون يعيشون بيننا هكذا فهموا هذه المبادئ في هذا الدستور دستور المدينة يقول الإمام القرافي شهاب الدين إن عقد الذمة يوجب علينا حقوقا لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وفي ذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سواء أو غيبة في عرض أو أي نوع من أنواع الأذية فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام الله أكبر هذا العالم المالكي يقول هذا الأمر لأنه تعلم من مدرسة الحبيب تعلم من مدرسة الحبيب كيف يعامل الناس لا إكراها في الدين يا أخي الكريم نحن لا نريد أن يسلم الناس أو يؤمن الناس جبراً وقسراً وبالقتل والسفك اللي بده يآمن أهلاً وسهلاً باختياره برغبته أن يأتي إلى طريق الله سبحانه وتعالى ومن بقي على دينه فله دينه وكلنا سنكون عند الله سبحانه وتعالى فسيحاسبنا على يعني إيماننا وعلى عقيدتنا يوماً القاه اسمع ماذا يقول ابن حزم الظاهري أيضاً في هذا الباب إن من كان في ذمتنا وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالسلاح ونموت دون ذلك صوناً لمن هو في ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة الله أكبر الله أكبر هذا هو الإسلام العظيم هؤلاء في ذمتنا هؤلاء إخوتنا هؤلاء الذين أمرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام وقال من آذى ذمياً فقد آذاني أمرنا أن لا نؤذيهم هذه أخلاقيات الإسلام وهذه يعني هذا ما أحببت أن أقرأه من هذه البنود أيضاً هناك بند يهود بني عوف أمة من المؤمنين ومع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يتغ يعني لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته الله أكبر هناك أيضاً إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم يعني كل واحد وأن عليهم نصرة إخوتهم إن جاء أحد من الخارج عليهم أن يجاهدوا ويقاتلوا مع المسلمين من أتى من الخارج لضرب الدولة العربية الدولة الإسلامية الله أكبر هذه قوانين من غيرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع مثل هذه القواعد الإنسانية الرفيعة التي تحفظ الحقوق وتحفظ الدماء من أن تسيل هدراً للأسف كما نشاهد في هذه الأيام كلنا إلا من رحم الله يقتل بعدنا بعضاً هنا وهناك اذهب يميناً اذهب شمالاً سترى الناس يموتون ولا يعرفون لماذا يموتون مسلمين وغير مسلمين يموتون هباء للأسف بلا قيمة بلا معنى ماذا سيقولون لله سبحانه وتعالى وماذا سنقول نحن لله سبحانه وتعالى عندما نعود إليه هناك بنود أيها الإخوة كثيرة جداً حقيقةً أنصح الإخوة أنصح أولادنا وبناتنا في الجامعات في المدارس الزملاء في مكان أماكن عملهم أن يقرأوا دستور المدينة وأن يطبقوه على أنفسهم من أجل أن يفهموه من أجل أن نسلك هذا السلوك الطيب كسلوك المسلمين الحقيقيين الذين يلتزمون في طريق الله سبحانه وتعالى قرأنا بعض البنود ونقرأ أسباب تراجعنا للأسف وتخلفنا الاستغناء بالابتداع عن الاتباع نحن أصبحنا نبتدع أشياء كثيرة جداً ابتدعناها ولم نتبعها وعدب الإنصياع لدعاة الإصلاح هناك دعاء مصلحون هناك دعاء صادقون هناك دعاء من أخلص ما يمكن لماذا لا نتقبل نصائحهم لماذا لا نأخذ بنصائحهم وهم يعني يوجهون النصائح للأمة للعلماء للحكام لماذا لا ننصاع لهؤلاء المخلصون أيضاً إخوتي من أسباب تراجعنا عن قيادة الأمم كما كنا في السابق الجهل بمبادئ هذا الإسلام العظيم والإنسان عدو نفسه إذا كان جاهلاً نعم نحن في جهل والله لا أخفيكم أن هناك كثير من المعلومات وكثير من القضايا التي لو عرفناها حق المعرفة اليوم وكان عند علمائنا الجرء في أن يبوحوا فيها لتغير حالنا للأسف يعني هم يقولون المخلصون الصادقون يعني يخرجون للأمة القليل القليل لأنهم يخافون أن تتفاجأ الأمة كيف كان هذا الإسلام العظيم كيف ساد هذا الإسلام العظيم هناك فهم خاطئة أيها الإخوة في ديننا في فقهنا تعلمناه خطأاً أو علمونا إياه خطأاً وبسبب ثورة المعلومات وهذا الكم الهائل من المعلومات اليوم نعرف أسرار هذا الدين العظيم ويعني هذه الوثيقة من ضمن هذه الأسرار التي يجب علينا أن ننشرها ليعلم العالم كيف كان الإسلام العظيم كيف ساد هذا الإسلام العظيم بأخلاقه بأخلاق الصحابة الكرام ومن سار عليهم هؤلاء العلماء الذين تحدثوا عن أهل الذمة بطريقة رائعة وأنهم في ذمتنا وأن من لم يحافظ عليهم فقد خان ذمة الله وذمة رسول الله وذمة دين الإسلام الله أكبر لهذه الدرجة نعم إخوتي وأكثر إذن هذه أسباب نصرة الأمة وعزة الأمة وهذه أسباب تراجع الأمة والله أريد أن آتي لكم كيف فهم الصحابة الكرام يعني قد يقول قائل فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم اللي فقط أبدعوا وهم الذين فهموا هذا الفهم الصحيح وغيرهم يعني لم يفهم ذلك نقول لكم لا هناك كثير من علماء الأمة وحكام الأمة في تاريخها السابق فهموا هذا المضمون على مستوى الحكام على مستوى الخلفاء على مستوى العلماء على مستوى القادة في الجيش على مستوى الإنسان العادي فهموا هذه التعاليم وهذه المبادئ الراقية والرائعة في ديننا العظيم فهذا يعني في ولاية عمر بن عبد العزيز جاءه يعني وفد من سمرقند أحد القادة وهو يعني قادة دخلوا على سمرقند وقتيبة كان قائد الجيش دخلها عنوة بدون ما يعطي أمر بدون ما يعطي تنبيه لأهل سمرقند فأهل سمرقند لأنهم يعلمون عن سماحة الإسلام ورقي تعاليم الإسلام ورقي أصحاب يعني هذا الدين العظيم ذهبوا وفدا إلى عمر بن عبد العزيز وشكوا ذلك القائد قائد جيش المسلمين قتيبة ما الذي حصل؟ أرسل عمر بن عبد العزيز إلى قاضي اسمه جميع بن حاضر الباجي أرسل له رسالة وقال له اجمع وحقق في المسألة فإن كان قتيبة يعني كما يقولون فأمره أن يخرج بالجيش من سمرقند الله أكبر وعندما تمت المحاكمة في يعني من هذا القاضي كان حكمه أن أهل سمرقند على حق وأن القاضي قتيبة أن القائد قتيبة قائد الجيش لم يكن منصفا لم يكن يعني اتخذ القرار الذي يتواءم مع تعاليم الإسلام العظيم فأمره أن يخرج فعندما رأوا أهل سمرقند هذا الأمر يعني استغربوا يعني من يفعل ذلك القائد المسلم يخرجه قاضي مسلم لأنه لم يعني يأتي كما وضع له في مبادئه التي يؤمن بها أنه يجب عليه أن يعطي أهل سمرقند الفرصة وأن لا يأتيهم يعني على حين غر وأن يباغتهم وأن يدخل عليهم وعلى رجالهم ونسائهم وأطفالهم وأن يدخل عليهم